تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على العراق موضوع المؤتمر الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمشاركة عدد من الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية وسط تحذيرات صدرت عن مسؤولين في الوكالة من الآثار السلبية للتغير المناخي على أغلب مناح الحياة في العراق يؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على الوضع الصحي والأمني وحتى الوضع الوظيفي للمواطن العراقي من موجات الحرارة العالية وزيادة التصحر وارتفاع ملوحة التربة والتلوث إلى تدهور نظام البيئي عموما زيادة نسبة التصحر وشحة المياه قد تدفع بسكان القرى للهجرة إلى المدن الكبيرة هذا ما حذر منه وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي الذي أكد أن 33 من سكان العراق حاليا يعيشون في القرى لافتاً إلى أن هذه النسبة مهددة بالانخفاض في حال لم يتم إيجاد المعالجات لتداعيات التغير المناخي في البلاد نحن الآن على مفترق طرق ودخلنا مرحلة حساسة جديدة في تاريخ العراق الحديث فالعراق الذي صنف بأنه واحد من أكثر خمسة دول هشاشة وتأثراً في موضوع التغيرات المناخية يواجه تحدياً جديداً يتمثل في شحة الإيرادات المائية وزيادة نسبة التصحر وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر مشروع التكامل الحكومة العراقية في نواحن عدة لمواجهة التغيرات المناخية منها الزراعة والمياه والنفايات فضلاً عن العمل لوضع صندوق لتنمية التغير المناخي ويدعو ناشطون مدنيون الحكومة إلى إليه التغير المناخي اهتماماً أكبر أطمح من الحكومة أن تنظر له عن الأعتباره الجدية وأن تكون على تعاون نحن منظمات مجتمع مدني قمنا كم مشروع توعية على البيئة من خص التنظيف أو الطاقات أو الغاز النظيف وأدت العواصف الترابية التي ضربت العراق في غضون الشهرين الماضيين إلى إغلاق المطارات والمؤسسات الحكومية كما علقت الامتحانات في الجامعات والمدارس ما أن تنتهي عاصفة الترابية حتى يتم الإعلان عن قدوم أخرى وبشكل متوالي تترك آثارها على الجوانب الصحية والاقتصادية للمواطنين ما تسبب بدخول أكثر من خمسة آلاف حالة اختناق إلى المستشفيات في عموم البلاد عبد الحميز زباري الحرة أربيل